رضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يقرض الناس مئة ألف ريال ويشترط عليهم أن يردوها سيارة بقيمة مئتين وعشرين ألف ريال عندما تشتريها في المعرض ويقول هذا من السلم الجائز بالإجماع فهل قوله صحيح؟ هذا حسب العقد إذا كان دفع له فلوس مقدمة على أن يأتيه بسيارة بمواصفات مضبوطة لا بس هذا السلم صحيح أما إذا كان ما فيه اتفاقية عطاه على أنه قرض ثم قالت رد لي بدلها سيارة صفاة هذا ما يجوز هذا قرض جرى نفع نعم بل قرض قرض والسلم سلم هنا